مؤسسة المبر الخليفية وهي القيادة والريادة وخدمة المجتمع بما يتوافق مع رؤية مؤسسة المبر الخليفية لخلق جيل بحريني مبادر فعال وقادر على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع هذا وعلى هامش المؤتمر تم استعراض إنجازات مؤسسة المبر الخليفية منذ إطلاقها على صعيد الارتقاء بالمستوى التعليمي بالمملكة حيث تم وفي فترة وجيزة مساعدة 660 شابا وشابا من خلال برامج المؤسسة المتخصصة أما على مستوى برنامج إثراء الشباب فقد تم إدراج 200 طالب وطالب حيث يوفر البرنامج تجربة تعليمية فريدة من نوعها ذلك من خلال أنشطة ذهنية وبدنية تتناسب مع قيم البرنامج السنوية كما سطعت المؤسسة استقطاب 50 متطوعا ومتطوعة على صعيد الأعمال الخيرية فقد تم إنشاء صندوق السمو الشيخة موزة بنت حمد الخليفة في سنة 2011 بتوجيه من كريمات المغفور لها بإذن الله تعالى والذي تتولى إدارته مؤسسة المبر الخليفية ويقوم الصندوق بالأعمال الخيرية والإنسانية مؤسسة المبر الخليفية يسعدها أنها ستقيم بإذن الله ملتقة تحت مسمى أثر القيادة والريادة والتطوع في تنمية الشباب وهذا الملتقة هو برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظ الله ورعاه سمو رئيس الوزراء هو الدعم الأول لمؤسسة المبر الخليفية وتشجيعه وتوجيهاته الدائمة هو اللي يقوي مؤسسة المبر الخليفية ويعطيها الدافع للاستمرار هذا الملتقة هو فرصة للشباب البحريني لاستفادة من خبارات ومهارات شخصيات قيادية في مجال القيادة في مجال الريادة وأيضا في مجال التطوع وبإذن الله يكون ملتقة مختلف ومتميز ينمي مهارات الشباب ويعطيهم الفرصة لاستفادة من كافة مكانياتهم